مواد ده واللي حصل والعشر سنين والقضاء والحكم يعني احنا احنا ازاي نخلي سوشيال ميديا او ازاي نخلي حاجة المفروض ان هي كلها ايجابيات توصلنا لمحاكم وتوصلنا لحبس يعني ازاي سمحنا لنفسنا بده يعني ازاي نستخدمها بالطريقة دي وليه احنا كأولياء امور للبنات او للولاد او لأطفال ليه نعمل في نفسنا كده يعني ازاي ابقى طالبة جمعية ليه ابقى عيشة حياة كويسة وابقى بنت زي اي بنت واني احول الحياة الكويسة دي ان انا ادخل وابقى معرضة لحاجات كتير وحشة يعني ابقى هربانة عشان مش عايزة اتحبس او اني اطلع ابرر سلوكيات سواء خاطئة او كويسة ليه ابرر وليه اعمل ده في نفسي وليه كلنا نستخدم الحاجة الكويسة بطريقة وحشة انا مش بخرج عن البرنامج بس اللي انا زعلان عليه لاني انا ام زي اي ام في البيت انها زعلان عليه ان انا بقى عادة في بيتي وبنتي انا شايفة ان هي طالعة على على موبايل او اي ان كان بقى الحاجة اللي مستخدمانا في ايديها وانا عارفة ان هي على السوشيال فانا سايبها ومش بص عليها وفي الاخرى تفاجئ ان انا بجري ورا بنتي في محاكم هو انا مش شايفة ان الغلط من البنت او من اي حد هيتعرض للمسائلة القانونية انا شايفة ان الغلط من الاهل هو ازاي انا يبقى عندي بنت او ولد او طفل وسايبقى طول الوقت او شايفة بيطلع لايف ويغني ويرقص هو طبيعي ان احنا نرقص في الموبايلات عادي هو طبيعي ان احنا يعني طبيعي ان انت توافقي ان بنتك او ابنك او اي ان بقى كان الحياة بتاعتنا المصرية هو طبيعي ان احنا نعمل ده طبيعي ان احنا نطلع نقلد حركات في الشارع او نمسك سماعة ونمشي في مال ونرقص احنا مش كده على فكرة احنا عندنا كتير سلبيات انا عندي سلبيات واكيد كل حد فينا مش معصوم من الخطأ بس في حاجات ما يعني عدت الخط الاحمر عندنا انا حزينة جدا جدا ليهم انا حزينة جدا جدا لبنوتا كانت كويسة يعني انا مش هابدل اقول في اسماءهم كتير بس احنا كنا عارفين اللي حصل عشر سنين وست سنين مقدرش اقلهم القضاء في حاجة يعني القضاء بيحافز على الباقي بقى مننا بيحافز على الشباب الباقي بيحافز على الاطفال انا شايفة فيه يعني مش فاكرة اسم البنوتا بس حد عنده خمستاشر سنة يعني انا عايزة اسأل سؤال يعني انا كطفل عندي خمستاشر سنة او كبنت عندي عشرين بقى يعني انا ايه 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 مشكلتي لنطلع اروح وقفة قدام الكام بتاعة الموبايل وروح عاملة كده اقول لي انا اصلا عندي خمستاشر سنة ايه يا جماعة ده يعني فين الانوسة انت كبرتي عشان بقيت كده يعني اني احط روج اسمر واحط حاجات غريبة واكسسوريس في اماكن مش طبعية ليه ليه الاوفر ده وليه الطريقة دي يعني مين قال ان انت كده جميلة ومين قال ان انت كده هتبقي كل الناس هتجري وراكي يعني مش ديش شهر على فكرة ومش ضروري انك تبقي مشهورة ومش ضروري انك تبقي واو فتخرجي عن المألوف يعني انا مش جاي عليك والله ومش حبة بالعكس انا عندي اولاد وحبة اني انا احافظ عليهم ازاي انا بقى عندي 15 سنة وانتي ازاي شايفة نفسك انك لما تطلعي كده وانك تقولي انا عندي 15 سنة انا مش صغيرة انا حبة بس اقول ايه ده في حاجة هنا في لسان في حصل في حاجة طيب ولا ايه يعني ليز علينا كده وما تطلعي عادي كده زينا يعني المفروض ان انا اقعد دلوقتي قدامكم يعني هم بقى قعدة بقى في شاشة وكده المفروض افضل المفروضة والمفروض اقعد اتكلم بقى باللغة العربية وحافظ على الكلام اللي خارج مني بس انا اصلا مش حبة ده مش حبة اوتر نفسي ومش حبة اني ابقى متكلفة قوي واني ابقى حد لا انا عادية خالص انا هتكلم زي ما بكلم مع كل الناس اللي تعرفني وبكلم مع صحابي وبكلم مع اي حد انا حبة اني اوصل رسالة يعني اكيد اكيد الناس هتبقى حبة داني انا اعلم ام مش شايفة وقعدة قدام التلفزيون بس مش قعدة قدام السوشيال ما تعرفش حاجة يا جماعة السوشيال داخلة عندنا هنا في مصر بطريقة غلط الماديات اللي الناس بتجري وراها الكل فاهم دلوقتي اني عشان بسرعة اركب عربية وبسرعة اتعرف وبسرعة يبقى عندي فلوس وبسرعة امسك موبايل كويس او خلاص بقينا عندنا هوس بالماديات بطريقة فضيعة جدا وعايزين الطريق السهل وللأسف للأسف الطريق السهل جي عن طريق السوشيال ميديا جي عن طريق ان انت لو قعدت وفتحت يوتيوب وعملت اي اي حاجة مبتزلة او اتكلمت في اي حاجة وكل ما تقلعي اكتر كل ما هتبقي مشهورة ويجيلك فلوس اكتر مين قال لي كده اشتركوا في القناة